كهربا مكمل او ماشي؟ بص الموضوع اللي الناس كتير اتكلمت في جزئية اللعبة اللي مارسل كولر حسم موقفهم بانهم يمشوا بص يا كريم هقولك على حاجة انا مش هقولك كمعلومة بانا المعلومة هقولك بعد ما قولك النقطة الهمة في الموضوع في مارسل كولر ان الحياة تتغير فيهم وليلة احمد عبدالقادر كان خلاص الموضوع شبها رايح على توقيع ان رايح تركيا دلوقتي تبقى لعبة اساسي والنهاردة النهاردة كان فيه جلسة معاه عشان تمديد عدو احمد عبدالقادر كان فيه قعدة كان معاه عدو النهاردة عشان تمديد عدو لها خلاص نهاية السنة اللي جاية احنا عدو كان ماشي كان نعتبر برنادي هقولك مفاجأة تاني محمود متولي مونع مش مونع استبعد من خوض التدريب تان عبدالقادر وكان بيتمرر يقبل تدريبه في الاولاية بعد ومحمود متولي حاليا واحد من ضمن العناسر اللي كانت بتشارك الفترة الأخيرة فجزئية ان انت تقدر تتكلم على ناس هتمشى وهتوعد مش هينفع تتكلم خصوصا مع انك فاضل حوالي 17 مبورة كهرباء عنده عنده هو مش عند النادي الاهلي عرض من احد عندية الدرجة الاولى في السعودية مش الممتاز مش الممتاز نادي الدرجة الاولى عشان بس الناس بتتكلم على الاتفاق الوحدة الكلام ده مش موجود نادي الدرجة ولكن جه نادي الاهلي ما جياش اتجاه بالنسبة للكه كهرباء ايه؟ هو كهرباء عايز لكن الاهلي حدرت ما حسبش موقفه وكولر يعني ما عندهش مشكلة يعني لو لايه سابك هرباء يسيبه بيع ولا عارة؟ اعتقد ايه عارة بس المشكلة هندية سويا نتخدش عارب هي معضلة هي كلها كلكشة معضلة بس هي القضية كلها هو كهرباء يروح ندرجة ولا تحت هو ده الاساس وكل حاجة بتتغير في يوم وليه لسداني بص الصفقة بتاعت زين الدين بالعيد حصل فيها تعصر؟ تعصر مع النادي الاهلي تعصر عموما ولا الصفقة؟ هي الصفقة دلوقتي رجعت لنقطة صفر بالنسبة لنادي البيلجيكي لان الادارة لما تغيرت خلت الامور رجعت من تاني ان النادي البيلجيك كان قرب جدا من زين الدين بالعيد تمام عشان نقطة اساسية في الموضوع موضوع احمد القندوسي الولد لما رح زين الدين بالعيد رح معسكر من متخب بلاده و لعب المطشين اخير ومطشة وغندا قعد في المعسكر مع احمد القندوسي أحمد القندوسي قاله على جزئية مهمة جدا لنادل أهلي أنك تلعب فيه أساس صعب جدا مش قصده حاجة هو الولد سأله فقاله خلي بالك الأهل عنده ضغوط جامعية وعنده بتاع فالولد إلق شوية فراح للناس عرضي بالجيك العرضي الناس بالجيك اتفعوا مع الاتحاد العاصمة دلوقتي الإدارة تغيرت فالأهل رجع تاني للتفاوض وعرض رقم مليون دولار ومتين ألف دولار أوبشان تانين مشاركات وكده فالأهل رجع للتفاوض من جديد القصة دلوقتي أنا لو تسنى عننا أنا كشخص زي رأي ناس في النادي الأهل عنده أربعة خمسة في الناسين لو خدوا فرص هيبقوا أفضل من زين الدين بالعيد كتير لكن حاليا الأمور ماشية خمسين خمسين وكمان النهار دا الفيحاء دخل في التفاوض برضو الفيحاء السويد دخل في التفاوض في السفر